وبعد ما زقتي الاسف اضطرية تقلقى للطريقة المحرمة اه اه اتمام الصوت يكون حلو لان انا ان انا بكتشف بعد ما بصور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في فيديو جديد. نعرض بازن الله حابب اتكلم عن حاجة مهمة جدا. اه في الوداية عايز اقول لك ان انا من يومين بالزبط كان اه مشتركين بتوع القناة حوالي ربعمائة سبعة وتسعين. وطبعا من ضمن شرية اليوتيوب ان انا اكمل خمسمية. فكان فضيلي ثلاثة بس وعشان اخلي ثلاثة بس يعملولي اه سبسكرايب وبعد ما زقتي الاسف اضطرية تقلقى للطريقة المحرمة. يعني الطريقة اللي خلتني اوصل من اربعمائة سبعة وتسعين اه لحد اه تمنمية تقريبا في تلاتة ايام تقريبا من تصور الفيديو ده. خليني عصي يغلق في جملة كده ان اه اه لو عايز العميل يديك امتك فانت لازم تدي له ايمة. ممكن نقولها بطريقة تانية ادي عميلك ايمة عشان يقدر. اه اه مروحناش بعيد. بس الفكرة اه ان انا اه مهما قلت يا يا جماعة عملولي كومنت يا جماعة عملولي شير يا جماعة. اه عملولي سبسكرايب يا جماعة نقصني تلاتة بس يا جماعة مش عارف ايه. مش فين اسمها ايه فين فين في الموضوع فين الايمة اللي الشخص ده هياخدها من ان هو يتابعك. اللي انا جاي هتكلم عليه النهاردة هو ان انت لازم تظهر الايمة دي. لازم تشتغل على الايمة دي. وتلقائيا هتلاقي الناس بتعمل لك سبسكرايب وهتلاقي الناس بتعمل لك كومنت وهتلاقي الناس آآ بتتفاعل معك طبعا حسب المحتوي اللي انت بتقدمه. بس خلينا ناخدها بمثال كده. يعني خلينا بمثال ايه في الواقع? آآ خلينا نعرف ايه الفرق ما بين الجيم ابو ومتين جنيه. وابو الف جنيه. ايه على فكرة فيه جمات بمتين جنيه عشان لو حد آآ سأل يعني. آآ بس خلينا يعني خلينا في الجد شوية. ايه الفرق ما بين ده وده? آآ الجيم ابو امتين طبعا انت اكيد عارف هيبقى مستوى عامل ازاي? مع ان عندي جيمات كويسة جدا جدا بامتين جنيه برضه. بس ايه الفرق ما بينها وبين آآ الجيم ابو الف جنيه. هتقول لي عشان الجيم الابو الف جنيه ده نضيف. آآ لأ ما هي مش كده. هو الجيم مش عشان نضيف اغلى. لأ احنا عندنا الجيم نضيف. وهي بمتين ميتين وخمسين برضه. ولا حماش بعيد. الفرق ما بين ده وده اللي يخليك. بدل ما تدفع متين جنيه تدفع الف جنيه والف ونص والفين. آآ اللي بيقدمها لك. يعني ايه برضو? يعني هتلاقيه دايما آآ جايب لك كوتش في الجيم آآ يتابع الناس اللي بتتمرن. عامل لك غرفة عامل لك غرفة تدليق. عامل لك غرفة آآ جاكوزي. مسلا. تمام? آآ عامل لك آآ حصص مجانية. دي اول طريقة يكسب بيك او يكسب بيها عميل. ان هو يقدم للمميزات. يقول انا بقدم لك كزا وكزا وكزا. والالف جنيه دي عاجب لك بها واعمل لك بها كزا وكزا وكزا. دي طريقة تجيب بها لعامل بتاعك. يبقى انت لما تيجي تعرض. آآ على على عميلك شغل. ما تقولهوش. آآ انا شغل بقى الف جنيه. انا شغلي بالف وخمسمية. انا شغلي حتى لو انت آآ عندك عينات شغل. يعني انت لو عندك بتاعك مسلا آآ قوي. آآ بناش قوي. خلنا نقول متوسط. تمام? لان احنا يعني اغضبيتنا بتاعنا يعني ايه? متوسط. فلما عامل يجي كلمك ما تقولهوش بص بتاعي وخلاص. لأ. لازم تقوله. انا بقدم لك مع الخدمة مسلا. آآ منتاج. انت مسلا عندك في المنتاج مسلا. فانت تقول له اعمل لك آآ مع خدمة آآ السوشيال ميديا والتصميمات مسلا. هعمل لك فيديو منتاج صغير. او هعمل لك مسلا آآ يعني هعمل لك عرض بطريقة معينة. فيه فيه لما انا كنت في شركة دعاية كان العميل بيحب ان احنا نصور له الشغل بتاعه هو بيتعامل. وهو في الورشة. بيبقى مبسوط هو بالحتة دي. فانا لو عملت كده مع كل اللي عميله قلت له مع انا بعمل لك فيديو مسلا آآ للشغل بتاعك وهو بيتعامل في الورشة. فتقدر تنزله على الصفحة بتاعتك. فيعمل لك دعاية او يعمل لك دعاية للعملة بتوعك عشان العملة بتوعك يعرف ان انت بتتعب عشان مسلا تقدم له خدمة معينة. فانت لازم تقدم له للعملة بتوع وهو كمان. مش هو بس يعني هو مش هو بس اللي يستفيد. هو والعمل بتوعه. تمام? دي اول حاجة آآ يعني او اول طريقة بيعتمدوا عليها شركات التسويق او آآ الناس اللي بتساوي شغلها او الفريلانسر والحاجات دي. تاني طريقة وهي عينة الشغل. نرجع برضو لمسال الجيم هتلاقيه دايما آآ في الجيمات الغالية. بعد ما بيعمل لك الاشتراك وكده. بيعمل لك آآ تلاتة لصحابك. يعني بتجيب تلاتة صحابك. بحصة مجانية. بيجربوا كل حاجة في الجيم. فهو ليه بيعمل كده? هو بعده بصحابه ما هيجوا. هيجوا كده وهي مش على طول. لا ما هياخد ارقامهم. هياخد تلفوناتهم. هيعرفهم مسلا مسلا هم مساكنين فين. آآ حالتهم الاجتماعية ايه مسلا. فيبتدي مسلا يكلمهم بعد كده يديهم عروض بعد كده. فهو بيكسب منك آآ يعني بيكسب منك اكتر من مرة او بيجيب لك بيجيب ناس تانية عن طريق ان هو بيديك عينة مجانية. آآ مثلا آآ اكيد عارفين نوع العمل اللي هو بيطلب عينة للشغل بتاعه سواء انت بتحسبه او مش بتحسبه. انا مش بتكلم عن حتة دي خالص. تمام? انا بتكلم عن آآ العينة اللي تناسب شغله. يعني مسلا ما يجيش واحد مسلا آآ آآ مثلا بتاع عيادة. فيقول لك والله انا عايز اشوف عينات العيادة. فما تبحث لوش مسلا آآ تصميمات للمحل برجر مسلا. فانت اشوف بقى يا اما انت تزبط الشغل بتاعك ان هو يبقى العيادات ويبقى آآ آآ للمطاعم ويبقى الكزا وكزا وكزا يا اما تعمله عينة وتقول له والله آآ دي العينة اللي انا هعملك عليها باقي الشغل. ما تقولوش والله دي عينة آآ بعملها لك كده وخلاص والشغل اللي بعد كده هيبقى احسن. لا. العينة نفسها تبقى قوية جدا. اقدر يا سيدي ان هو آآ كانسل العينة. مسلا كانسل العينة. هو مش عايزة. وانت وانت اشتغلت وتعبت نفسك وكل حاجة. طب هل يعني انت كده ضيعت وقتك? لا. عمل له عينة قوية. عينة قوية جدا. مناسبة للشغل بتاعك. سواء هتحط آآ موكب او هتعمل آآ علامة مائية او اي حاجة. بس العينة بتاعتك تبقى اقوى حاجة عندك. ماشي? عندي برضو في الشركة شركة الاعينات كنت شغال فيها كان لازم آآ لما تيجي تعمل عينة تطلعها احسن من الشغل اللي انت هتعمل له قبل وللعميل. فاهم الفكرة? فانت يعني مرحلة العينة دي هي مرحلة الاقناع اللي بيخليك تعمله عينة ده هو بيديك فرصة ان انت تقنعه بالشغل بتاعك. برضو طريقة تانية في الجزء بتاع العينة ده هو مسلا لما تيجي آآ لشخصية مسلا مشهورة مسلا عايز تكلم شخصية مشهورة وتقول له والله انا باعرض نفسي ان انا اشتغل معك. فانت لازم تروح آآ تعمل له عينة من الصغر بتاعته مسلا وتقول له والله انا عملت لك آآ الجزء الفلاني ده وانا ممكن اشتغل لك مسلا آآ شهر مجاني وبعد كده نبتدي نتحاسب على كذا 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 كذا. متنساش تقدم له المميزات بتاعة الشغلانة بتاعتك. آآ مين بيعمل كده? آآ المواقع. مواقع الصغر والحاجات دي زي آآ زي آآ آآ مش مستحضرني مواقع دلوقتي الحاجات دي كلها. هو آآ بيسيب لك جزء مجان صغير. تمام? وبيقول لك والله لو عايز الحاجات اللي بفلوس دي هتدفع اشتراك كذا كذا. وكمان لما تيجي تدفع هيبقى فيه شهر مجاني مش هحسبك عليه. يبقى انت آآ خليك تستخدم صور مجانية. وهعطاك شهر مجاني قبل ما تدفع الفلوس بتاعتك. تمام? دي طريقة آآ اسمها الفانيل. الفانيل يعني الامع مشي اللي هو بتجيب بيه لعمرة. اول حاجة يعني خدنا نقسمها كده. آآ مسلس او. تمام? وآآ متقسم لتلات حتات. اول واحد ده العميل اللي بياخد منك مسلا حاجة مجانية. تمام? بياخد منك الحاجة المجانية ده. بتاخد منه البيانات بتاعته واسمه مسلا آآ آآ الشغل بتاعه. المشروع اللي هو بيشتغل فيه. آآ انت بتبيع له ايه? وعايز تبيع له ايه? انت مش بتبيع له. انت بتديله حاجات مجانية بس. او بتديله تجربة او آآ يعني اي ان كان اللي انت هتقدمه له. تمام? بعد كده بينزل في مرحلة تانية ان هو يشتري آآ حاجة رخيصة شوية. يعني مسلا آآ انت بتبيع حاجة بالف جنيه. فانت هتجيب عملة تديهم مسلا آآ حاجات مجانية او تقدم لهم محتوى آآ على اليوتيوب بشكل مجاني. زي ما انا بقى عمل للوقتي. تمام? آآ بحيس ان هو يعرفك ويجربك من غير ما حاجة ومن غير ما يحس ان هو آآ هيطل حاجة من جيبه. تمام? يبقى يجربك كده ويشوفك ويعرف انت مين. بعد كده بتبيع له حاجة صغيرة. تقول له والله آآ آآ اديك شفت الفيديوهات بتاعتي ومش عارف ايه. طب انا عندي حاجة مسلا بمئة جنيه بتشرح لك حتة معيلة مسلا انت عايزها. او مسلا كتب تسويق مسلا انا عاملها آآ ودي مسلا بالف جنيه فانا عمل لها خصم بمتين جنيه. آآ خطة خطة اسعار يعني وكده. بعد كده بقى متبتدي بقى هتبيع له المنتج الكبير. تجربتني واشتغلت معايا ومش عارف ايه وشفت مني حاجات مش عارف ايه. طب انا بقدم لك خدمة كبيرة مش عارف ايه الخدمة دي هتقدم لك كزا وكزا وكزا وهتساعد العملة بتوعك. ان هما يوصلون لك احسن وان هما آآ يبقوا مبسوطين بالخدمة بتاعتك. وآآ اضمن لك ان انت هتحقق مبيعة اكتر مسلا. آآ ممكن اقدم لك آآ معايا. آآ اعلان ممول اعمل لك مثلا اعلان ممول على الفيسبوك او على الانستجرام. مسلا. آآ على فكرة شركات التسويق الصغيرة دلوقتي. آآ مع آآ خدمة تصميمات السوشيال ميديا. بيقدم لك خدمة مجانية ان هو يعمل لك اعلان ممول على الفيسبوك. ودي على فكرة مش بتكلفهم يعني كتير. تمام? مش بتكلفهم يعني ممكن تكون تكاد ما بتكلفهمش. ده بالنسبة يعني البزنس الصغير جدا. اللي هو مش هيفرق معاه قوي. غير الناس الكبيرة فهو بيدفع في حاجات تانية غير ان هو بيدفع بيعمل اعنات ممولة. خصة كبيرة كده يعني مش موضوعنا دلوقتي. فبالفانل اللي احنا عملناه ده بتوصل لحاجة اسمها يعني العميل آآ اللي هيبقى مستمري معاك. اللي هو اللي انت عملت تديله آآ عملت تديله قيمة. تديله في خدمة. تديله مش عارف ايه. وتخليه يشتريم منك آآ تلات اربع مرات. بتحفز على العميل. ماشي? آآ يعني ما ما يجيش عميل يتعامل معاك. ويقول ان شاء الله اخر مرة. انا مش هشتغل مع مصمم ده تاني. مصمم ده اعرفني ما بيستحملش التعديلات ما بقى مش عارف ايه. لأ حاول تكسب العميل ان العميل اللي بيفضل معاك هو زي ما تقول ايه? الاصول بتاعتك. الاصول اللي هي بتجيب لك فلوس من غير ما انت تصرف عليها مسلا. او تتعب عشان تجيبها مسلا. فبس كده سيدي. بس نقول كده الحتتين اللي احنا قلناه سريعا كده. اول حاجة عندنا المرحلة الاولى وهي ان انت بتوري العميل للمميزات بتاعتك والمميزات اللي هترجع للعمل بتوعه. آآ او ان انت بتقدم آآ آآ خدمات او مميزات مع الخدمة بتاعتك. بتقدم خدمة جرافيك فانت هتقدر مسلا تعمله آآ اعلان ممول او تعمله فيديو آآ صغير على او المونتاج. آآ هتوري له شغله مثلا هو بتصور. آآ ايا كان اللي انت هتقدمه لازم يبقى في مميزات مع الخدمة نفسها. الخدمة نفسها ايه? في مميزات كده. لازم بشوفها كده منبرة. اقول اه. انا عايز الحاجات اللي من جنب دي. زي لما مسلا اعمل لك اعلان على ميكروفون. واقول لك انا هقدم لك معاه اللي هو اللي بيبقى من تحت ده مثلا. او ان انا ابيع لك المايك مسلا اه ابيع لك مسلا هدية. آآ واقول لك. آآ الهدية دي انت هتشتريها. وهغلفها لك. وهحط لك فيها كارتة معايدة. وهبعتها للشخص اللي انت بتحبه من غير ما يعرف الهدية دي جات له منين مسلا. تاني مرحلة عندنا وهي ان انت لازم تديله عاينة من الشغل بتاعك. عاينة آآ مش لازم تكون مكلفة عليك. بس يعني برضو لازم تكون مكلفة. آآ لان انت يعني دي حاجة انت هتعملها مرة واحدة وهتديها لكل العمل بتوعك. انت مش هتعملها لكل عميل. انت هتعملها مرة وهتشتغل مع الناس آآ على طول. اي حد آآ عايز مش عارف ايه هتبعث له العينة. اي حد مش عارف ايه هتبعث له نفس الحاجة. تمام? فانت هتعمل مرة واحدة. ويكون عندك الحيطة اللي احنا قلنا عليها مهمة جدا ان انت لازم يكون عندك عينة آآ مجانية تقدمها للشخص بتاعك. ولازم آآ نركز على زي ما قلنا خدمة مجانية آآ خدمة بسعر بسيط عشان تجروا يشتري منك الخدمة الكبيرة زي ما انا ما بعمل حاليا بعمل قناة يوتيوب العميل آآ العميل شافني وصقفية شاف النازة بتاتفعل معي شاف مش عارف ايه هيبتدي يعمل ايه هيبتدي يقول لي طب ماشي مسلا اعمل لي مسلا عينة عن حاجة معينة ممكن ابعت له حاجة ممكن ابعت له عينة ممكن مش عارف ايه بعد كده هيبتدي يشتري مني خدمات طويلة ابتدي حافز عليه ودي له مسلا في كل آآ في كل مسلا آآ خدمة هقدمها له مميزات تانية فالعميل آآ اللي هو اشتري مني بألف انا هخليه يشتري مني باربع تلاف فهي يعني قصة طويلة آآ بس انا حاولت اختصر لك الحاجات الاساسية ان شاء الله الفيديو الجاي هنكمل الحتة دي وبالمناسبة لو عايز تتوسع اكتر في الحتة اللي انا قلتها دي في الفانيل والكلام ده هسيب لك لينك في كورس مجاني انا مش عارف هو مجاني ليه الحقيقة بس هو يعني بيقدم لك آآ او بيديك المسميات بتاعة التسويق كلها في كل الحاجات دي وبعد كده انت بتشوف مثلا الحاجة اللي انت آآ هتفيدك في شغلك وتبتدي تاخد المسميات اللي هو شرحها وتبتدي تدور عليها بالتفصيل فما تقلقش واسابها لك في الكومنت بدور عليها لازم تذكر تسويق والحاجات دي كلها عشان هتفيدك في شغلك واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله هنتكلم عن حتة مهمة تانية في التسويق واشوفكم مرة تانية السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة